ازايكم عاملين ايه? هنعمل النهاردة الوصفة التحفة دي. هنعمل الاكلير بمقادير بسيطة قوي وبطريقة سهلة قوي. مش هصعبها عليكي خالص. معي في حلع النار نص كباية من اللبن ونص كباية من الميا. نلتزم بس بالمقادير دي علشان نطلع نتيجة نكحة. وهننزل بمعلقة كبيرة من السكر. ورشة من الملح. ورشة من الملح. وهننزل بقى بالزبدة بتاعتنا. تقريبا معلقتين كبار من الزبدة. معلقتين كبار من الزبدة. والزبدة بتاعتي زبدة نيوزيلاندي. ما فيهاش ملح الزبدة الخاصة بالحلويات. هقلب بقى الخليط بتاعي ده كويس كده بالمضرب السلك. علشان آآ الحبيبات بتاعت السكر والملح تدوب. والزبدة بتاعتي برضو كده ايه? التختلط بالسويل دي. يبقى احنا حطينا نص كباية من المية. نص كباية من اللبن. حطينا معلقتين كبار من الزبدة. ومعلقة كبيرة من السكر ورشة من الملح. هسيب بقى الخليط بتاعي ده. آآ يسخن كده على النار. واول ما يبتدي انه هو يغلي معايا على طول. هنشوف هننزل بقى ببقية المقادير بتاعتنا. كده تمام. كده الخليط بتاعي كل السكر والملح بتاعي داب. هنزل دلوقتي بقى بكباية من الدقيق المنخول. وهقلب بقى على طول. انا مش هستنى الخليط السايل بتاعي يغلي كتير علشان ما يقلش. على تبقى المقادير بتاعتي متساوية. وياريت الكباية المعيارية اللي نعاير بها تبقى واحدة. هقلب بقى كل الخليط ده هقلب الدقيق مع الساويل. لحد ما يديني كده ايه عجينة نعمة خالص اتطمن كده ان الدقيق بتاعي استوى. وان العجينة بتاعتي هتبقى تمام ومية مية. المرحلة دي طبعا نقلب بمعلقة خشب او بالسباتولة هتبقى اريح بكتير ما تقلبي باي حاجة تانية. عشان نقدر ان احنا نضغط بيها آآ على العجين كده عشان نتطمن ان العجينة بتاعتي بقت نعمة كده وجميلة ولمت. شايفين مجرد ما السباتولة علمت كده في الدقيق. وتحسي كده ان العجينة معاك ملساء كده خالص. اتطميني ان العجينة بتاعتك نكحة وآآ والمقادير بتاعتك مظبوطة. رفعتها بقى من على النار وهبدأ دلوقتي عشان تبرد هحطها في حاجة تانية. لو سبتها في نفس ما عايزة تسيبيها في نفس الحاجة بتاعتها في نفس الحلة في نفس الطبق سيبيها. بس انا بحب ان انا احطها آآ في حاجة تانية كده واسبها ان هي آآ افردها كويس علشان تبرد معي بسرعة. وابدأ ان انا اشتغل آآ بمئية المكونات. اهي شايفين كده العجينة بتاعتي تمام. انا ضغطت عليها بالسباتولة. العجينة بتاعتي ملسأ جدا ونعمة. بصوا شايفين العجينة عاملة ازاي. هسيبها بقى على جنب تبرد. وانا مجهزة عندي هنا آآ ده معلقة خل. ودول الاربع بضاد بدرجة حرارة المطبخ. ومعايا طبعا فانيليا. والفانيليا يبقى نوعها كويس. ما تبقاش هتمرر معايا. تعالوا بقى دروح البس جوانتي وارجع علشان نبدأ ان احنا نعجن العجينة بتاعتي. لبست بقى جوانتي في ايدي. انا ولا هستخدم بقى مضرب كهربا ولا عجان ولا اي حاجة. انا هستخدم ايدي علشان نسهل على بعض الطريقة. والطريقة تبقى آآ بسيطة. واللي ما عندوش الحاجات دي يقدر ان هو يعملها بايده. آآ هنزل دلوقتي ببداية. البيض هنحطه طبعا بالتدريج. مش هننزل بيه مرة واحدة. هنزل بمعلقة الخل ومعلقة الخل ووظفتها هنا. ان هي بتشلينا الزفارة البيض الكتير اللي احنا حطينه ده. وهتخلي الاكلير بتاعي ما فيهوش اي ريحة للبيض. وطبعا حطينا الفانيليا بتاعتنا كمية حلوة كده. وتطميني ان نوع الفانيليا ده مش بيمرر علشان ما يبقى وزلكيش طعم الاكلير. هبدأ ان انا اعجن حطيت بضاية. وحطيت الحاجات اللي هي الفانيليا والخل اللي هيشلو لي ريحة الزفارة. وهبدأ ان انا دلوقتي اعجن بضاية بضاية في العجينة. واول ما تختفي البضاية انزل بغيرها. وهكزا. هعجنها. كده. اول ما تختفي هنزل بالبضاية التالتة. والله يعني فعلا انا حاسة العجينة بالايد احسن بكتير. علشان انت بتقدر ان انت ايه اه 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 تقدر ان انت تتحكمي في يعني في ملمس العجين بايدك. هحط البضاية التالتة واعجن بردو. انا عشان الجوانتي بس كان بيقع من ايدي فانا حطيت البضاية الرابعة. وعجنتها كويس قوي قوي بايدك. وآآ وقلدتها تقليبة كده بالاسباتولا. وده الشكل بتاع العجينة تعالوا بقى نحطها في كيس الحلواني بتاعنا. انا استعملت آآ كيس الحلواني اللي هو الكيس بتاع بلاح الشام. واستعملت الشكل ده من آآ القمعة اللي هحط به الاكلير. والشكل ده انسب آآ شكل آآ للاكلير. وده كيس الحلواني اللي بيتباعه في محلات خمات الحلويات متوفر دلوقتي ومش غالي خالص. هحط بقى القمع بتاعي في الكيس. وتعالوا بقى تشوفوا آآآ هنحط العجينة بقى بتاعتنا في الكيس. واهم حاجة ان احنا ما ندخلش هوا. هقول لكم بقى على طريقة كده على سر انا بعمله. آآ هنقفل به الكيس عشان ما يدايقناش. واحنا آآ بنحط الاكلير في في الصينية. شايفين العجينة بتاعتي آآ جميلة زي? هو ده يعني هو ده شكل العجينة اللي هيديني نتيجة هايلة. انا بحاول ابسط لكم كده الطريقة آآ بالخطوات بالزبط علشان تبقى سهلة بالنسبة لكم. بصوا بقى. آآ انا حطيت المشبك اللي هو بتاع الاكياس ده اللي بنجيبه. محلات مشهور قوي. قفلت بيه علشان آآ اشيل خالص الهوى من كيس الحلواني. وانا بنزل الاكلير عشان الاكلير بتاعي مايبقاش فيه اوقات كتير كده ويبقى شكله مش حالو. بصوا بقى دلوقتي انا بضغط. اهم حاجة طلعي حجم الاكلير حجمه واحد. تحس يعني ان هو كده نفس نفس المقاس تحاول تخليهم كلهم نفس المقاس بالشكل ده ومعينا بقى كده معلقة مية على جنب دي بنساوي بيها الاكلير بعد ما نحطه ومعايا مقص صغير بقص بالعجينة كده عشان تبقى كلها نفس المقاس وحاول تخلي فيما بينهم كده فراغات علشان هي طبعا بتنفخ شوية في الفرن فتبقى آآ في مسافة حلوة ما بينهم واهم حاجة طبعا الفرن بتاعنا يبقى سخن من قبل ما ندخل الاكلير والاكلير بتاعي قعد بالزبط آآ خمسة وتلاتين دقيقة آآ على الرف الوسطاني على الشبكة وبعد كده طفيت الفرن وسبته في الفرن آآ عشر دقايق والفرن مضفي بس انا كنت موار بباب الفرن وبعد كده خرقته ده شكل الاكلير بتاعي بعد ما زبطته كده في آآ في الصينية بتاعتنا هشايفين شكله عامل ازاي شكله حلو قوي دلوقتي بقى هندخله الفرن وتعالوا بقى نعمل الحشوة بتاعت آآ الاكلير بطريقة بسيطة قوي وسهلة حشوة الاكلير معنا هنعمل الكريم باتيسيار الكريم باتيسيار سهل قوي ما اديره انا معايا كوب بيت لبن ومعايا سفار آآ ثلاث بضات ومعايا فانيليا ومعايا نيشا ومعايا سكر آآ ومعايا طبعا معلقة من الزبط هحط دلوقتي كوباية من اللبن واتفعها على النار لحد ما تسخن معايا كويس قوي دلوقتي بقى آآ اللبن بتاعي بيسخن وانا دلوقتي هبدأ ان انا اعمل الخليط بتاع آآ الكريم باتيسيار هنزل بقى بتلات معالق كده حلوين من السكر عشان لازم يبقى مسكر معايا طبعا هنزل بقى دلوقتي بمعلقة آآ معلقتين كده آآ تلاتة كبار كده حلوين من النشا انا هحط تلات معالق كبار من النشا طبعا كل ده على حسب الكمية اللي انت عايزة تعمليها من الكريم باتيسيار لان انا مش بحب ان انا آآ بقي منه لان هو بصراحة بيبقى ملوش اي لازمة انا حطيت تلات معالق مليانين من النشا وانا برضو هسيب لكم آآ المقادير بالزبط في آآ في الديسكريبشن علشان لو حبيتوا ان انتوا ترجعوا لها وحطيت تلاتة صفار بيت وهنزل بقى بفانيليا كمية برضو حلوة كده من الفانيليا وانا الفانيليا بتاعتي دي فانيليا بسكر مش فانيليا خام هتمرر لي الخليط بالمضرب السلك بقى اهم حاجة ان انا اخلط كل الحاجات دي لحد ما تديني كده خليط كريمي تحسي كده ان هو سايل معاكي السكر ده مع النشا مع البيض بصوا اهو بقلب الخليط بتاعي ده كويس قوي كده لحد ما يديني كده ايه آآ خليط ناعم قوي انا عايزة اقرب علشان تشوفوا الخليط عامل ازاي تلات معالق من النشا آآ تلات معالق من السكر حطينا آآ التلاتة صفار بيت دلوقتي بقى انا اللبن بتاعي تقريبا خلاصة هو سخن على النار هبدأ دلوقتي ان انا اجيب اللبن بقى ووريكو هنعمل ايه شايفين بقى الخليط بتاعي عامل ازاي دلوقتي بقى انا اللبن بتاعي خلاص صخن هبدأ ان انا قدلق شوية شوية وقلب طبعا مش هتدلوقي كمية كلها علشان آآ صفار البيض اللي معانا ما يستجيش فاحنا بندلق كده بالتدريج شوية شوية لحد ما آآ حرارة البيض لو الخليط بتاع الكريمة اللي احنا عملنا ده ياخد حرارة آآ اللبن ادلوق شوية شوية انا كده خلاص تمام بالنسبالي هبدأ ان انا بقى احط الخليط ده على آآ بقية اللبن اللي في الحلة اهو انا بوريكو خطوة خطوة عشان يبقى الموضوع سهل بالنسبالكو خلاص كده تمام هعمل بقى اي دلوقتي كده عندي الكريمة آآ انا بس مش ناقص غير خطوة واحدة بس هحط عليها دلوقتي بقى الزبدة مع علاقة كبيرة من الزبدة نفس الزبدة زبدة الحلويات زبدة آآ خالية من الملح هقلبها بقى كويس قوي مع الخليط ده وهطلع بيه عن نار لحد ما يديني خليط متماسك ادي الخليط بتاعي بعد ما طلعت بيه عن نار بالضبط خمس دقايق لحد ما تماسك معي هبدأ ان انا هحطه كده في طبق ومهم جدا جدا ان احنا آآ الكريم بتاعي هنحطه في طبق كده ونفرده وهنغطيه بكيس او بستريتش خالص لازم يكون مغطي الوش بتاعه عشان الوش بتاعه ما يعملش طبقه آآ نشفة وتلاقيين ما تيجي تحشيه معيكي آآ مش لطيف ومتماسك كده ومش هيبقى حلو خالص ويبقى في حتة نشفة انا جبت كيس تلاجة عندي هفتحه كده عشان افرده كويس اهو وهبدأ ان انا اغطي به الكريم بتاعي كده اهو غطيت الوش خالص بتاعه شايفين الكيس لامس الوش بتاعه هبدأ ان انا بقى اقفله واسيبه بقى على جنب يبرد لحد ما انطلع آآ الاكلير بتاعي من الفرن شايفين اهو ده شكله وغطيت كل الفراغات وخليت الكيس لامس آآ الكريم باتيسير هسيب بقى الخليط ده على جنب آآ يبرد لحد ما الاكلير بتاعي يطلع الاكلير بتاعي بقى خرج من الفرن شايفين عمل ازاي طحفة ريحته حلوة جدا قبل ما نحشيه وقبل ما نعمل اي حاجة ويعني يعني هوا ماسكها كايني ماسكة هوا شايفين هاش ازاي انا عايزة افتحها اوريها لكم وطبعا هنا الحشوات على قد ما انت عايزة او زي ما موجودة عندك في البيت شايفين الاكلير عاملة ازاي من جوة بصوا بقى ده الكريم باتيسير انا حطيته في كيس حلواني وبتب كده صغيرة او بقمع صغير هبدأ ان انا الكيس الحلواني ده اللي هو بتاع الكريم شونتي بتاع تازين التورتة انا استخدمته في ان انا احشي به الاكلير دي طريقة ممكن نفتحها ونعملها كده وبعد كده انا هنزلها هنا انا عندي ده زبدة اللوتس انا ما كانش عندي متاح عندي شوكولاتة فانا اا كان عندي زبدة لوتس كده حطيتها في المايكرويف فكت واداني صوصة اهو وهبدأ ان انا ارسهم في طبق التقديم ممكن بقى طريقة تانية ممكن نفتحها من تحت ومعايا ده بقى بسكوت اا برضو اا لوتس انا اا مكسره اي حاجة ايه المتاح احنا طالما الاكلير نجح معنا ممكن تعملي تحشي اي حاجة ممكن تحطي عليه من فوق اي حاجة برضو دي طريقة تانية لو عايزين نحشي بيها الكريم نحشي الكريم باتيسيار جوه الاكلير بصين شايفين يعني هشة جدا جدا ومن كتر ما هي فضية من جوه مجرد ما حطيت عليها الامع اتحشت على طول كده الطريقة دي لو انتي مش عايزة اا ان احنا نفتحها من الجنب الطريقة دي هتبقى اسهل بكتير بقى في ان احنا ننزلها في الكريم اللوتس بتاعتنا بالشكل ده انا كده تمام كده سهلة بالنسبالي شايفين عاملة ازاي هنزلها بقى في زبدة اللوتس عندك بقى شوكولاتة بيدا حطي عندك اي حاجة حطي اصلا الريحة بقى وشكلها طحفة طحفة شايفين عاملة ازاي رهيبة رهيبة انا بقى زينتهم كلهم وزي ما قلتلكم حسب اللي موجود في البيت ممكن تزينيها المتاح موجودة عندك انا زينتها بحاجات بسيطة اوى كانت موجودة عندي ما كانش عندي حاجات كتير وقربوا بقى وصفتي في الإكليار وبالهنة والشوف